تظل الروح الوطنية نابضة في قلوب الأجيال يهدفون بها كل صباح مع كل يوم دراسي هنا مع بداية عام جديد في مدارس الضالع تقول ريمة إنها سعيدة بعودة الدراسة لمواصلة تعليمها الذي تشق من خلاله المستقبل لتعود بالنفع عليه وعلى المجتمع غير أنها تشكو غياب الكتاب المدرسي وقلة الاستيعاب في فصلها بسبب الزحام الناتج عن تدفق التلاميذ النازحين احنا مشاكلنا كثيرة في هذه المدرسة واحد ما بش كتب لدينا لأنه وازدحام الفصول عندنا الطلاب لا هذا لا يصيح وهذا لا يزدعب وما لا يستيعبش الأستاذة لا يستوعبها مطالب المعلمين المتطوعين بالحقوق ليتسنى لهم واصلة العملية التعليمية هو المطلب الأبرز في مدارس الضالع ففي هذه المدرسة تعمل سبعة عشرة معلمة متطوعة في مديرية قاطبة التي فاق عدد المتطوعين فيها ستمائة متطوع ومتطوعة ما يعكس حجم المعاناة لدى كادر يعمل في ظروف اقتصادية وماشية بالغة الصعوبة من هذه الصعوبات أن نحن نعمل عمل تطوعي كادر التعليمي بهذه المدرسة لعمل تطوعي دون أي مقابل أو أي حافز فنحن نلفت انتباه المنظمات والسلطات المحلية بأن يشوفوها وقتنا يعني نظرهم لهذه المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد تمت تحديات تواجه العملية التعليمية والتربوية على حد سوى فإقبال الطلاب متزايد بينما تعاني المدارس من شحة في الكتاب المدرسي صعوبات يسعى الكادر التربوي على تجاوزها بدأ العام الدراسي بالموعدة المحددة له من الوزارة التربية التعليم وكان نقبال كثير ورغم أن هناك معوقات عجز في الكتاب المدرسي أيضاً إزدحام الطلاب في هناك مدارس مدمرة خارية على الخدمة ولكن تجاوزنا هذا الأمور وإن شاء الله العبور صار بشكل طبيعي عام دراسي جديد ومن خلاله يطمح الطلاب إلى تجاوز المعوقات بغية نيلهم التحصيل العلمي لتحقيق إحلامهم ورسم معالم المستقبل وسط تحديات مختلفة برزت منذ اندلاع حرب ميليشيا الحوثي وألقت بضلالها على العملية التعليمية وتدمرت خلالها مدارس وأغلقت أخرى فيما البعض تحولت إلى ثكونات عسكرية للحوثيين ترجمة نانسي قنقر